صحفي أستاذ محمد توفيق. أستاذ محمد برحب بحضرتك. أهلاً وسهلاً. خليني أبدأ معك. إيه اللي نقدر نقوله في هذا اليوم عن هذه الموهبة العبقرية؟ هل التأسيس فكرة أنه كان في بيت جده الصحفي أحمد حلمي مع أن والده كان في السلك القضائي؟ هل فكرة التأسيس ممكن تنش هذه الموهبة الفزة العبقرية بكل الأشكال؟ الحقيقة طبعاً التنشيئة لعدة دور كبير جداً مع صلاح جهين. يعني لما نقول أنه صلاح جهين تولد في بيت في شبرة كان أربع تدوار. البيت ده كان عايش في مين؟ أحمد حلمي. أحمد حلمي ده جده. اللي هو ميدان أحمد حلمي متسمي على اسمه في وسط البلد. اللي هو أول صحفي وحاكم بتهمة اللعيب في الزاة الملكية. اللي هو صديق الزعيم مصطفى كامل والزعيم محمد فريد. في نفس البيت كان عايش أبناء وأحفاد الزعيم محمد فريد. في نفس البيت كان عايش أسرة بليخ حمدي. فتخيلي أني ده شكل البيت اللي تولد فيه صلاح جهين. فطبيعي جداً التأثير والجزء الوطني اللي موجود جواه صلاح جهين من البيت ده. اللي تولد فيه في شبرة. ويمكن أنا كنت سعيد الحظ يعني أنا روحت يعني أشوف الأطلال طبعاً. مش مش البيت نفسه لأن الشارع كله تغير شكله. لكن يعني روحت شبرة ورحت شارع جميل باشا هناك عشان أشوف شكل المباني. فلقيت فيه كان مبنى واحد بس من أيام صلاح جهين. اللي هو مبنى مدرسة اسمها النجاح. آه. وشوفت شكل الشارع يتورد فيه صلاح جهين. فطبعاً التنشئة هنا لعبت دور كبير جداً فيه تأسيس يعني حد بحكم صلاح جهين. بس الحقيقة برضو صلاح جهين يمكن حتى في التقرير فكرة أنه كان جامعة المواهب. هو ما كانش صاحب مواهبة. هو كان الجامعة اللي فعل مواهبة. يعني فكرة أنه ما كانش مجرد شخص موهوب في حاجة زي أغلب الموهوبين. بس حقيقة سألك في نقطة هذه المواهبة. لكن الحقيقة كان هو رقم قياسي كمان. صحيح. فكرة الكتابة الشعر ربعيات اللي مش نكحة للغاية دلوقتي يعني الشباب بيقروها وبيرددوها الرسم الكاريكاتور السيناريو. كل هذه الأبواب الحقيقة فيها شيء بيميزها. الأرب والصدق والبساطة يعني بشكل أو بآخر. التوليفة دي إيه؟ يعني إزاي صلاح جهين بهذه التوليفة الأريبة البسيطة اللي حتى وقتنا هذا بيشار إليه لأنها عبقرية. ما ينفعش حتى حد يقرب منها في التقليد. لا هي الحقيقة صعبة جدا. أولا هو مستوة يعني هو رقم قياسي. يعني هو لما بنتكلم على صلاح جهين في الكاريكاتير مثلا كان الأستاذ الكبير موحدين اللبات بيقولك ده الرقم القياسي في الكاريكاتير. لو عايز تعرف الفنان وصل كم من عشرة تعرف هو وصل كم من صلاح جهين فهو كان العشرة من عشرة بتاعتك الكتير. نفس المسألة كان في الشعر وتحديدا في الربعيات فكرة أنك بتقيس على قدرات صلاح جهين أنت وصل فين في صلاح جهين عشان تقيس قدراتك. الحاجة الثانية فكرة معجزة أن شخص يبقى شاعر ورسام في نفس الوقت وفي الاتنين هو رقم واحد هو رقم قياسي هو حاجة صعبة جدا تتعامل في الرسم هو بيصنف من الناس اللي هي من أعظم مبدعين في تاريخ مصر في الرسم في الشعر وهو بيصنف من أكبر المبدعين في تاريخ مصر في الشعر. الحياة دي مسألة خاصة أن الفنين مختلفين عن بعض تماما يعني في النهاية بنشوف أحيانا ألوان إبداعية قريبا بعضها ناس بيتقنوها لكن هو الحقيقة أتقن حاجات تقريبا يعني ما بيش أي سياق يجمعها وده أضاف كتير جدا لي يعني يعني ده نقل الشعر والكاركاتير بسبب التدفق الكبير جدا اللي كان عن صلاح جهين الحقيقة اللي هو كان لا ينافس فيه يعني هو بلوجة الكورة بميز صلاح جهين يا سيد محمد يعني فكرة الرباعيات اللي مش تفوق فيه اللي تجلى فيها رسم الكاركاتير لما جي يكتب أفلام خلي بالك من زوزو اللي حقق أرقام قياسية ما كانتش شاهدتها أي السينما قبل كده في مصر الحينهم بيخش مجال بيتربع فيه هل في باب من دول الليلة كبيرة هل في باب من دول نقدر نقول أنه ممكن يكون بميز صلاح جهين عن الأبواب الأخرى بشكل ولو بسيط أو طفيف الحقيقة أنا كنت أتمنى أقول أنه فيه باب يميزه بس الحقيقة هو فيهم كلهم فعلا موهبة جبارة يعني فيه موهبة مثلا ما بنتكلمش عليها كتير اكتشاف المواهب هو كشاف مواهب جبار يعني شخص لما يقرر اكتشف مواهب فيكونوا سعاد حسني وإحمد زكي يعني ده المستوى فيعني مستوى حتى في كشف المواهب أو حتى سعاد حسني كانت اكتشفت قبلها بشوية مع عبد الرحمن الخميسي ثم هو اللي تبنى مواهبتها في خالي بالك منززه وأعمال كتير وإنه الأب الروحي لحمد زكي وإنه هو أكتر حد سنده وإنه عمل نفس المسألة مع شريف مونير ومع فنانين آخرين الحقيقة ده مستوى في كشاف المواهب مش طبيعي يعني الطبيعي الشخص لما بيكتشف مواهب بيطلع مواهبة كويسة وسط مية يعني ظروفهم صعبة لكن لما يجي يكتشف المواهب فتبقى يعني فيه إعجاز حتى في اكتشاف المواهبة دي الحقيقة دي قدرة حتى يعني ما بتاخدش حقها يعني طول وقت ما بنيديش حق فكرة إنه في الكشف المواهبة بالمناسبة قدراته زي الكركاتير وزي الرسم وزي الشعر كمان بالإضافة لمشاركاته طبعا في السينما في السيناريو يمكن هو كان ممثل كان بيطلع بس عشان مجامل أكتر يعني الممثل هنستبعدها شوية لكن برضو لطيف جدا يا أستاذ محمد يعني كان لطيف وقريب جدا من الماس جدا 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 يعني الحقيقة كان برضو شخصيا مش مدعية خالص حتى في الأدوار بتاعت اللص والكلاب مثلا صحيح حتى مثلا دوروا في اللص والكلاب وطالع بجد جدا الحقيقة برضو أنا لما بشوفه يعني بنبسط يعني فكرة إنك بتشوفه على الشاشة والحقيقة دي برضو جزء من قدرات صلاح جهين التي لا تقوم يعني فكرة إنك تلاقي حد ما بيحبش صلاح جهين أنا بشوف إن دي محتاجة معجزة يعني صعب جدا طبيعي جدا طول وقت المبدعين في ناس بتحبهم وناس ما بتحبهمش يعني دي سورة الحقيقة يعني صحيح بس الحقيقة فكرة إنك تلاقي حد ما بيحبش صلاح جهين أنا بشوف إن دي مسألة صعبة جدا لإنه هو لما تبص في وشه تحبه يعني مش محتاج تبقى فاهمه وبيعملي أصلا يعني أنت مش محتاج تعرف هو أصلا مبدع في إيه أنت مجرد ما تشوفه تحبه خليه أخد معاك جزء متعلق بالصحافة شوية روزيليوسف وبعد كده رئاسة تحرير صباح الخير والعمل طبعا في مجموعة الإنشاء إيه حكاية الصحافة مع صلاح جهين الحقيقة صلاح جهين طبعا بدأ حياته صحفي اشتغل في أكتر من إصدار لحد ما لمع جدا 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 في تجربة صباح الخير الحقيقة مجلة صباح الخير كانت في الوقت ده فيها جبابرة كتير جدا أسات زجبار جدا يعني تحت رعاية سواء يعني أستاذ أحمد بهاي الدين أو إحسان عبد القدوس باعتبره كان مسؤول عن المؤسسة ككل الحقيقة صباح الخير في الوقت ده لما صلاح جهين اتحق بيها كانت نقلة سواء نقلة لصلاح جهين أو صلاح جهين نقلة لصلاح الخير لدرجة لما كانوا بيسموا صلاح جهين كانوا بيهذروا فبيقولوا صلاح الخير مش صباح الخير من كتر ما كانت فكرة ارتباط صلاح جهين بصباح الخير مش عارفت في الروم عن بعض فصلاح جهين يمكن يعني ترقى استحرير مجلة صباح الخير سنة ستة وستين ولما جيه كان عامل كاركاتير لطيف بمناسبة أنه هيسيطر على المجلة وقعدي التاريق ويقول أن الفنانين خلاص الرسمين هيسيطروا على المجلة ومن الأسبوع الجاي الكتاب يشوفوا له مكان تاني يكتبوا فيه يعني قاعد يهزر في السياق ده وستة أحمد بها الدين الحقيقة قدمه مؤدمة كبيرة جدا المفروض أن رئيس سحرير بيسلم من رئيس سحرير يبقى مش مبسوط قوي لكن الحياة هو كان مبسوط جدا وحبه لستة أحمد بها الدين اللي خلاه يسمي ابن بها على اسمه استة أحمد بها الدين فجزء من حبه ده جزء برضه من حبه لصباح الخير تجربته في صباح الخير ما كانتش طويلة قوي لأنه وهو موجود في صباح الخير حصلت ناكسة 5 يونيو 67 وما قدرش يروح المجلة تاني يعني راح المجلة مرة واحدة كتب استقالت واسابها على المكتب ليه الأستاذ لويس جريس وقالنا أنا مش قادراجة تاني فدي الحقيقة برضه الجزء اللي حدث كنت بتكلم عليه فكرة الصدق هو مش بيشتغل هو عنده صدق مع نفسه في اللي بيقدمه وبشكل لا يمكن يخرى حتى بحد تاني يعني كان متضفق جدا في فكرة الصدق أنه هو فعلا بيقول اللي هو حاسس به إيمانه بمشروع جمال عبد الناصر كان متجلي في اللي بيقوله إيمانه به الأفكار يعني تمثال رخامة الترع في كل قرية مصرية الحقيقة كان حلم عظيم فكرة أنك أن الفنان يحلم بالشكل ده ممكن كان فيه خلاف بينه وبين الخال عبد الرحمن الأبنودي بسبب أنه يعني الأبنودي كان شاف أنه صلاح جهين كبر قوي في الحلم وده مش بقاش منطقي وبعد كده بسنين كتير جدا أنا عدت مع الخال الأبنودي حوالين الخلاف اللي حصل بينه وبين جهين قال لي لا هو كان عنده حق يحلم براحته يعني حتى بعد سنين كتير شاف أنه لا إيه اللي نسمعه يا أستاذ محمد دلوقتي عن علاقة صلاح جهين بالكتاب اللي كانوا موجودين في الوقت ده كانوا فيه طبعا ده كان عصري دهبي هل فيه كلام عن العلاقة بينهم في هذه الفترة صحيح حديدا صلاح جهين طبعا اللي في النص آه طبعا طبعا أولا هو كان فيه حاجة في منتهى الجمال للأسف ما باشيحصل دلوقتي خالص فكرة مجتمع الفنانين سواء كانوا كتاب أو ممثلين كبار كان بيقى فيه ما يشبه الاجتماعات الدورية يعني ممكن تلاقي فيه اجتماع فيه علي أمين ومصطفى أمين وفاتن حمامة ومكلسوم وهكذا وتلاقي فيه اجتماع تاني فيه كامل الشناوي وتلاقي صلاح جهين وتلاقي مصطفى محمود وتلاقي بعض وتلاقي سعاد حسني يعني المستوى ده الحقيقة أثر على المجالين يعني غير أن الفن في الفترة دي وصل يعني القمة بتاعته جزء منه أنه الجلسات دي كانت بتثقف كل اللي أعاديه بشكل كبير جدا فالناس بتبقى بتستوعب أضايا كبيرة جدا جزء منها أنه صلاح جهين كان بيتبنى المواهب دي ثقافيا يعني سعاد حسني جزء كبير جدا من ثقة لسعاد حسني أنه صلاح جهين هو اللي كان بيتناقش معها في كل مش بتكلم عن السيناريوهات بالمناسبة بتكلم في الحياة أنه أي قضية إنسانية بتتطرح بتتكلم فيه مع بعض فلما تسمع القضية من المثقف في المستوى ده لا مستوىك هيختلف تماما يعني أي أن كان قدراتك الإبداعية لو ما بيعدعمهاش ثقافة بمستوى ده مش هتوصل لأكتر من كده ده اللي حصل بالمناسبة مع مكلسوم وده اللي حصل مع عبد الوهاب روح ثورة ناصر الحقيقة كانوا بيسموا صلاح جهين بهذا الشكل وأغنيه في هذه الفترة ودخول الخط السياسي على كتبات صلاح جهين وصفها لنا يا أستاذ محمد والله هو صلاح جهين علاقته بجمال عبد الناصر فيها جزء طريف جدا إنه كان عنده مشكلة مع والده طول وقته صغير إنه والده ما كانش حابب إنه يبقى يعني بيشتغل صحفي أو بيشتغل حاجة تانية غير إنه يمشي في سلك القضائي إنه والده كان قاضي هو حتى بيقول أنا يعني كان لأبه كان رئيس محكمة الحقيقة كان فعلا والده كان رئيس محكمة وهو في الخلاف ده كان والده يقول أنا هيقولولي إيه إصحابي هيتريعوا علي إن ابنك فاشل إن ابنك ما بيحقاش حاجة وكلام ده هو صغير طبعا في عددي وسنوي لحد الجامع وصلاح جاهين يقوله بكرة في يوم الأيام هيقوله إنك أنت أبويا مش إن أنا اللي ابنك والحقيقة مشت الأيام لحد ما الرئيس جمال عبد الناصر في يوم الأيام يعني يكرم مجموعة من القضاء وبيسند ليهم مناصب جديدة فواحد منهم كان والد صلاح جاهين فكل قاضي بيطلع يسلم على الرئيس جمال عبد الناصر وبيمشي فبعد ما سلم عليه جمال عبد الناصر بشكل عادي وعدة فاللي جنب الرئيس قاله ده أبو صلاح جاهين فرجعوا تاني عشان يسلم عليه مرة تانية ولما روح المستشار بهجة حلمي اللي هو والد صلاح جاهين قال له عندك حق جال يوم اللي يقولوا فيه إن أنا أبوك مش أنت ابني صحيح صحيح فده جزء من الجزء الإنساني في رؤية صلاح جاهين لنفسه وده الحقيقة انعكس فيه علاقته مع الرئيس عبد الناصر الحقيقة هو كان عنده إيمان تماما بصورة يولو يعني كان عنده إيمان تام بالمسألة الناس كتير اتكلمت في المسألة دي هل هو كان فعلا مؤمن بالمسألة ولا هو كان بيجال المجلأ هو كان عنده إيمان ربما أكتر من الرئيس عبد الناصر نفسه كان عنده إيمان جبار بفكرة إن مصر عندها مشروع قومي إن مصر ممكن تبقى من مصاف الدول العظمى إن مصر بتتنقل نقلة تاريخية ما حصلتش في تاريخها كتير إن مصر بيحكمها أبنائها إنه إنه الحقيقة السياق ده اتزرع في وجدان المصريين بالمناسبة يعني أنا شايف إن اللي زرعه صلاح جاهين في الوقت ده الحقيقة مصر حصدته بعد كده حتى لو كانت الأحلام ما تحققتش على المستوى اللي هو كان يرجوه لكن في نفس الوقت اللي تحقق إن الناس بقى في وجدانهم روح الأغاني الوطنية وحب الأغاني الوطنية وإنه الحقيقة نقل الأغانية الوطنية لها كبيرة جدا خلاها أغانية عاطفية يعني مش اللي هو الوطنية بشكلات تقليدية حتى أفلام وفيها مشاعر غنية بالمشاعر بشكل كبير جدا بس في مرحلة تانية برضو متعلقة بانشغاله بالقضية المصرية وهي 67 الاكتئاب علاجه في روسيا وهو وفاته صحيح صحيح هو الحقيقة حصل له أكبر أزمتين في حياته الأزمة الأولى ما بعد 67 والأزمة التانية بعد وفات جمال عبد النصر يعني هو الحقيقة ربما يعني اللي يعرفوه في الوقت ده يقولك ده هو حزنه على عبد النصر فاق حزنه على ما جرى في 67 ودي يقول قد دي هو كان بيحب جمال عبد النصر يعني الفكرة نفسها انه وحشتنا نظرة عيونك للبلد يا جمال يعني الفكرة دي اللي هو كان صلاح جهين الحقيقة متأثر جدا جدا بي وفات جمال عبد النصر وانه يعني بس أنا عايز بس أفرق في فكرة الاكتئاب اللي لازمه فيه ناس فاكر الاكتئاب اللي لازمه انه هو قعد في قوضة وقفع نفسه وخلاص وكان بيفكر في الانتحار الحقيقة مش ده السياق الفني لصلاح جهين هو تأثر نفسيا لانه صادق فيما يعبر عنه هو ما كانش بنقصين أرزقي من اللي بيعمله هو ما كانش بيعمل ده لدعم حد أو دلوف ما حد لا هو كان بيدعم نفسه هو كان مؤمن جدا باللي بيعمله فالحقيقة إيمانه الشديد بده هو اللي خلاه سواء في سبعة وستين تعب نفسين جدا وتأثر جدا وإيه يعني دخل في دوامة صعبة جدا وللأسف ده كان جزء منه ميلاده لأنه هو ميلاده كانت ولادة متعثرة ولما سألت بعض الأطباء النفسيين قالوا أنه الولادة المتعثرة بتترك أثرها على الجنين لحد ما يكبر أنه بتبقى حالته المزاجية بتتراوح بين قمة المرح وقمة الاكتئاب يعني بيبقى يا فرحان يا زعلان ما بيعرفش يبقى عشان كده هو حتى بيقول بس الأكادة مات بفعل الملل فالمنطقة الرماضية اللي في النص دي هو ما كانش بيعرف يعيش فيها عايز سألك أستاذ محمد دوحنا بنتكلم الحقيقة أنا فكرت في حاجة أنه حياة صلاح جهين حياة غنية جدا ومليئة بالشخصيات وبالفنانين وبالكتاب وبالزعماء وبالسياسة والحقيقة إحنا شفنا شخصية صلاح جهين في الأعمال الفنية بس من خلال التوثيق لشخصيات فنية تانية سعد حسني عبد الحليم حافظ ليه لغيت دلوقتي أن فيش عمل فني عن صلاح جهين صحيح الحقيقة أتمنى يعني المسألة دي اتطرحت يمكن من ساعة ما عملت الكتاب من 11 سنة يعني كان فيه ناس كيلي بتتكلم عن المسألة دي فكرة تعمل فيلم عن صلاح جهين أو مسلسل عن صلاح جهين حياة صلاح جهين يستحق ده جدا خاصة الحقيقة أنه لما طلع فيه المسلسلات اللي تناولت فنانين آخرين كان أحيانا بيطلع عفتاح القصري مش صلاح جهين يعني شخص تاني خالص يعني الناس ما كانش عندها استعاب لفكرة أنه صلاح جهين فنان مثقف مش المعلم اللي بيطلع في الأفلام يعني الناس كانت فكرة أنه شكله في الفيلم هو طالع بيتكلم بطريقة المعلمين هو ده شكله في الحياة لا صلاح جهين من أكبر مثقفين في تاريخ مصر فلازم لما يتعبر عنه ويتعبر عنه بشكل يليق بمستوى صلاح جهين لأنه الحقيقة صلاح جهين مش بس شخص صلاح جهين زمن صلاح جهين حقبة زمنة في تاريخ مصر يعني فكرة أنه صلاح جهين فقط كشخص متعدد المواهب وهو زي ما يقول الجامعة للمواهب مش مجرد موهوب عادي لكن كمان هو زمن صلاح جهين أنت لما بتفتكر صلاح جهين بتفتكر زمن كامل فبالتالي فأنت بتقدر تعمل من خلاله تاريخ لمصر نفسها في الفترة الزمنية اللي عاش فيها صلاح جهين صحيح في الفرح وفي الحزن يعني مش مجرد أنك بتعمل سيرة ذاتية وده أحيانا بيخصنا كتير في يعني الأعمال اللي بتناول السيرة الذاتية إنها ما بتكونش فيها عمق أكبر من فكرة يعني الشخصيات والخناعات بتبقى ده يعني الشخص المشغول بي أكتر من الشخصية نفسها مشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ محمد على كل هذه المعلومات وعلى الحديث طبعا بهذا الشكل عن صلاح جهين بشكرك أستاذ محمد توفيق الكاتب الصحفي